أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى خلوني بس أقول لحضراتكم أن الكابتن محمود الخطيب يهنئ جماهير النادي الأهلي ولاعبي وجهزهم الفني بالسوبر ويوجه الشكر للإمارات الشقيقة توجه أو وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل في الفوز ببطولة السوبر ثم جماهير الأهلي الوفية التي تستحق أن يضحي الجميع من أجلها وهي جماهير تمثل السند والدعم لناديها في كل المواقف وفي كل زمان ومكان وأضاف أن لاعبي النادي الأهلي وجهزهم الفني يستحقون التحية والتقدير على الروح العالية والأداء الرجولي طوال زمن المباراة واستطاعوا أن يسعدوا جماهيرهم ببطولة غالية مع انطلاقة الموسم الجديد كما وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر لدولة الإمارات الشقيقة لاستضافتها بطولة السوبر وملاقته بعثة الأهلي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ لحظة وصولها وأضاف أن هذا ليس بجديد على الشعب الإماراتي الشقيق الذي يرتبط بأشقاء المصريين بعلاقات تاريخية وطيدة موثقة بالمحبة والتآخي على مر العصور هذا وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاتصال الهاتفي وتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بالسوبر ألف ألف مبروك لك يا كابتن محمود ألف ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي ألف ألف مبروك لكل الجهاز الفني واللاعبين تستحق التحية وتستحق التهنئة